انطلقت على ميدان الرماية بأكاديمية السلطان قابوس العلوم الشرطة بولاية نزوة منافسات البطولة الخليجية الثانية لإسقاط الصفائح بالبندقية على مستوى اتحادات الشرطة الرياضية الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه البطولة حقيقة شهدت تنافس كبير فيما بين الفرق المشاركة هناك ست فرق مشاركة بما فيها الدولة المستضيفة أزمان قياسية سجلت خلال تصفيات هذه البطولة أيضا هذه البطولة اتسمت باستخدامها للتقنية في الكثير من الأغراض على سبيل المثال عملية رفع الصفائح إلكترونيا بدون التدخل البشري اليدوي كذلك استخدام نظام الفار للتحكيم وأيضا متابعة سقوط الصفائح في حال احتجاج أحد الفرق أو اعتراضه على نتيجة التحكيم ستة منتخبات خليجية تشارك في هذه البطولة بواقع مجموعتين للرجال ومجموعة واحدة للشرطة النسائية حيث ضمت المجموعة الأولى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر بينما ضمت المجموعة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان وضمت مجموعة الشرطة النسائية دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان طبعا شهادتنا مجروحة في اتحاد الشرطة الرياضي العماني لأن اليوم تربطنا مشاركات عدة على مستوى خليجي ومستوى عربي ومستوى دول فتربطنا بالإخوان الغايمين على الاتحاد علاقات وثيغة وتعاون مشترك دائم من منطلق التنسيق الأمني المشترك ما بين وزارات دول مجلس التعاون الخليجي ووزارات الداخلية الإخوان الموجودين في الاتحاد الشرطة العماني متمرسين متخصصين عندهم القدرة والكفاءة اللي يديروا أكبر من هذا الحدث الرياضي ليس فقط على مستوى خليجي وإنه حتى على مستوى عربي اليوم الأكاديمية اللي شفناه اليوم أكاديمية السلطان قابوس العلوم الشرطة بمرافقها الميدانية الرياضية تحديدا نتكلم عن المرافق الميدانية الرياضية المتواجدة تعتبر عالمية بقياساتها بمدياتها بآلياتها بالتقنيات المتوفرة لديها يعني اليوم جينا نشارك في البطولة هذه اللي صراحة كانت أحسن من الممتاز من ناحية تنظيم من ناحية تجهيزات كانت ما شاء الله يعني ممتازة أيضا نحن يعني كفريق لأول مرة نشارك في هذه البطولة والحمد لله يعني تجهيزاتنا كانت ممتازة أيضا الوقت يعني نشوفها ممتاز وإن شاء الله فعلنا التوفيق بداية حابة أشكر سلطانة عمان على حفاوة الاستغبال والاستضافة وأشكر القائمين على البطولة الصراحة ما قصروا ويانا احنا في الحقيقة هذه أول مشاركة لنا والفريق حديث تم تشكيله مؤخرا من الجنسين والحمد لله فضل من الله قدرنا نتأهل إن شاء الله لنصر نهائي وإن شاء الله بنحقق أفضل نتائج في البطولة أنا الصراحة سعيدة جدا أني شاركت في البطولة وأول بطولة نشارك فيها وحبيت صراحة طريقة تنظيم البطولة والفعالية من ناحية التنظيم كان صراحة كل شيء يعني كان منظم وحبيت أنه كان العنصر النساء يحاضر ومنهم يشاركون فالبطولة بحد ذاته يعتبر نجاح لها البطولة البطولة كانت ممتازة وكان فيه من الجميع يعني من جميع المشاركين كان فيه عندهم إرادة وقوة وعزيمة وكان من عندنا ما شاء الله الجهود والميادين ما شاء الله واسعة ويأتي تنظيم البطولة انطلاقا من مرتكزات العمل الأمني المشترك في النهوض بقطاع الرياضة الشرطية الخليجية والحفاظ على الهوية الرياضية لدول المجلس تسعى المنتخبات الخليجية المشاركة في هذه البطولة إلى تسجيل أفضل الأرقام الزمنية على مستوى الدول المشاركة الرقيب سيف بن راشد الشهومي من ميدان الرماية بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ولاية نزوة